السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومرحبا بكم مجددا على قناتي وصفات أم يسرة اليوم غد نقدم معكم هذه المعسلات هذو اللي تيجي ورائعين في المدق كذلك اقتصاديين وسهلين في التحضير ما كيتطلبوش وقت كتير وكيجي وشاربي اللعسل كيف ما كتشوفو معايا في الفيديو تنتمنى تتبعوا معايا الفيديو خطوة بخطوة كذلك قبل ما نبدأ الفيديو كنتمنى انكم تبغطا جيوا هاد الفيديو هذا لجميع الاصدقاء ديالكم والاحباب ديالكم في مواقع التواصل الاجتماعي كذلك ما تنسوش الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس باش يبقى يوصلكم كل جديد نبدو ان شاء الله على بركة الله بالنسبة للمقادر كيف ما كتشوفو معايا مقادر اقتصاديين ما فيهمش مقادر كتير كنحتاجو ملعقة صغيرة من القرفة مطحونة جيدا كنحتاجو ملعقة صغيرة ديال حبة حلوة ملعقة صغيرة ديال النافع كنحتاج بيضة صغيرة الحجم كنحتاج كأس ديال الحليب دافئ عندي 100 جرام ديال زبدة مدابط ما يعادي النصف كأس تقريبا وعندي الدقيق بالنسبة للدقيق كتشوفو معايا كنعبار بهد تقريبا كوب في كوب ديال الدقيق كندير منه ثلاثة ونصف تقريبا على حسب نوعية الدقيق كنحتاجو كذلك ملعقة صغيرة من خميرات الحلويات وبالنسبة كذلك القرفة النافع وحبة حلوة حتى ما عبرتهم بهد الملعقة هدي يعني صغيرة جدا إلا ما عندكم شبحها هدي كتديرو نصف ملعقة ديال المكونات سوف نبدو إن شاء الله على بركتي الله كناخد إناء وكنوضع فيه البيضة وتنخلطه جيدا البيضة وكنزيدو عليها كأس ديال الحليب دافئ وبالنسبة للمقادير كيف ما كتشوفو معايا المقادير متواجدة في البيت وكذلك التمن ديالها لا يتعدى عشر دراهين فقط سوف يعني ضفت نصف كأس ديال الزبتة وغاد ينخلط جيدا كذلك غنضيف واحد قبيصة ديال الملحة باش تعطيني البنة ديالها كذلك غاد ينزيد ملعقة صغيرة ديال سكر سانيدة أو سكر خشين سيت ما ضفتوش لكم مع المقادير سوف يغاد نضيف النواشيف ديال القرفة حبت حلوة وكيف ما قلت لكم بالنسبة لها النواشيف هذا ملعقة صغيرة ديال القهوة فقط إلا ما عندكمش تضيفو نصف ملعقة صغيرة والآن غاد ينبدو نضيف الدقيق بالتدريج كيف ما كتشوفو معي ومع التحريك وبالنسبة للكميات الدقيق كيف ما قلت لكم كات هزليها ثلاث أكواب ونصف على حسب نوعيات الدقيق وكذلك على حسب البيضة وواش كبيرة أو لا صغيرة الحجم أنا ضفتها صغيرة صراحة وهزليها ثلاثة الأكواب ونصف من الكوب اللي وردتكم في بداية الفيديو سوف يستمر في التحريك ونضيف الدقيق بالتدريج وغاد ينضيف ملعقة صغيرة ديال خميرات الحلوية ما يعادل تقريباً 4 جرام ديال خميرات الحلوية سوف ينضيف الدقيق اللي بقاليه وغاد ينجمع العجين ديالي من بعد ما جمعت العجين ديالي كيف ما شفتو معايا كنحصل علاها ديال شكل هذا تتكون رطبة شوية ما تدروها شقا صحة بزيف باش تسهل علينا في الخدمة سوف ينخليها ترتاح واحد المدة ديال 10 دقاق ونرجع معاكم من بعد ما ارتحت لي العجين كيف ما شفتو معايا كنحصل علاها ديال شكل هذا فختي ترتاح واحد العشرة دقاق حتى الخمستاشر دقيقة سوف ينضيرها على شكل حربوش طويل كيف ما كتشوفو معايا وغاد ينقرسها واحد شوية نقسم العجين على جوج وكلمته نقطع في قطع صغيرة بهذا الشكل هذا باش يجوني الكويرات متساوية سوف ينضيرها على شكل الكويرات وغاد ينخليهم يرتاحوا مرة أخرى اشتركوا في القناة من بعد ما كملت العجين ديالي كلها يدرت علي شكل كويرات كيف ما شفتو معايا في الفيديو سوف ينضعهم في واحد الكيس بلاستيك وغاد ينضعهم في واحد الكيس بلاستيك وغاد ينضعوا باش ما يحكل العجين ما تقصحش ليا كيف ما كتشوفو معايا وخرجت ليا كيمية كبيرة ما شاء الله وكل كويرات غاد ينخرج منها اربعة ديال الحبات يعني كيمية كبيرة ديال هاد المعسلات هادو واباقل ثمن سوف ينخليهم يرتاحوا غاد ينرجع باش نوريكم كيفاش غاد ينشكلوا هاد العجين هادو من بعد ما ارتاحوا لنا الكويرات ديالنا ديال العجين كيف ما شفتو كتخليهم واحد المدة ديال نصف ساعة او لا تولد ساعة سوف ينخذ واحد كورا وكن نرش عليها الدقيق وكنحتفظ بالباقي في كيس بلاستيك باش ما يقصحوش ليا الى خرجتم من الهواء سوف ينطلق العجين ديالي بالمدلك كيف ما كتشوفو معايا كنرش الدقيق لانا هي شوية بقات ليا العجين خفيفة باش تسهل علينا في الخدمة لازم تخليوها شوية ما تقصحوهاش وكننوضع لها رشيشة ديال الدقيق باش ما تلسقش ليا في المدلك سفي كان نرققها كنديرها رقيقة باش ما تجينيش العجينة غليظة كنقسمها على جوج من بعد كنقسمها على اربعة كيف ما كتشوفو معايا كناخد قطعة وكنجمع لها الجوانب ديالها كيف ما شوحتو معايا بهذا الطريقة هادي كنبقى نجمع الجوانب وما كانقربش الجوانب اللي قطعتهم بالجرارة باش يبقوا ليها هكا بحل سنينات منقوشين سفي هذا هو الشكل اللي كان حصلو عليه غادي نعود معاكم واحدة اخرى باش تشوفو طريقة بسيطة كتجمعوا الجوانب بهذا الشكل هادا وكتحتافظوا بالقطعة اللي قطعتهم بالجرارة باش يبقوا لينا على شكل اوريدة وانتو ما كتجمعوا في الجناب كيف ما كتشوفو معايا حاولوا تهبطو العجين اللي تحت باش ما تطلعش لكم بزاف تجيكم منفوخة هكا ما غاديش تطيب لكم من الوسط غا تبقى لكم خضرة من الوسط خاص تجي الوردة هابطة كيف ما شفتو معايا بهذا الشكل هادا خاص تكون هابطة ما تجيكمش تطلعها طريقة بسيطة وسهلة كيف ما شفتو معايا وما كتطلبش بزاف ديال الوقت صدقوني دغيا كان وجدها في مدة قصيرة كذلك ما كتطلبش انها تبقى تخمر المدة طويلة وحتى في الخدمة ديالها كتجي سهلة ممكن انكم تحضروا كيمية كبيرة في وقت واجيز وكيف ما شفتو معايا هاد الكيمية اللي عطيتكم راها كتخرج ما شاء الله حبات كتارين انها تقريبا عطتني عشرين كورة كل كورة كتخرج لي ربعة الحبات صفي كان بقى مستمره انه كان جمع الجوانب كيف ما وريتكم وغادينا نرجع معاكم غا نبقى مستمره بهالطريقة هذي حتى نكمل جميع العجي اللي عندي اشتركوا في القناة من بعد ما كملت العجين ديالي كيف ما غا نوريكم معايا هذي هو الكيمية اللي حصلت عليها صراحة جوج بلاطوات ولكن راها عمر لي البلاطو حطيت من فوقهم كيف ما شفتو معايا عمرت تقريبا عطوني ربعة ديال بلاطوات صغارين صفي من بعد غادي ندوز باش نقليهم غادي نسخن الزيت وغادي نحط الوريدات ديالي في الزيت واحسن حاجة في هذي الوريدات هذو انه ما كيشربوش الزيت صراحة نصدقوني ان هذي الكيمية اللي وضعت ديال الزيت قليت فيها جميع الوريدات اللي عندي وهو ما شربوش لي الزيت شربوه غير شوية بقى لي الزيت تقريبا كما هو نقص منه غير شوية ولازم كذلك انكم تبقى واقفين لهم لانه ضغية ضغية كيتحمروه كياخدوا اللون الذهبي بسرعة يعني يخصكم تبقى وكتقلبو فيهم كل مرة صفيانا من بعد ما تحمروا ليه غادي نحيدهم من الزيت وغادي نوضعهم مباشرة في العسل كما كتشوفو معايا كنخليهم واحد المدة ديال دقيقة او لجوش دقيق في العسل من بعد كنوضعهم في الكسكاس باش يستقطروا ليه من العسل وكندردر عليهم شوية ديال الجلجلان وغادي ندوز باش نحطهم في طبق التقديم وغادي نوريكم شكل نهائي ديالهم بقاو معايا وكيكون هذا هو الشكل نهائي ديال معسلات ديالنا نتمنى الفيديو ديال يوم يكون الاعجاب ديالكم ما تنسوش تدعموني بلايك ديالكم كذلك لك انتي اول مرة كتشوف لا فيديو ما تنساش الاشتراك وتفعيل الجرس باش يبقي وصلك كل جديد ان شاء الله بالنسبة للمعسلات ديالنا كيف ما شفتم معايا تيجيوا محمرين رائعين في المدق وكيجيوا شاربي للعسل كيف ما كتشوفوا معايا في الفيديو نتمنى تجربوا هاد المعسلات هادو ولا عندكم اي استفسار تخليوا لي في التعليق ان شاء الله غد ينجاوبكم اليوم شكرا على المشاهدة باي باي مع السلامة الى فيديو قادم ان شاء الله اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة